احنا بننظم مؤتمرات على مستوى العالم بندعو خبراء متميزين جداً في مجالات مختلفة من خلال دوائر نقاشية وخلال محاضرات حتم في خلال 30 تيام من المؤتمر حرسين جداً ان احنا من خلال المنتدى والخيمة الشباب ان احنا نربط رواد الاعمال وقصص النجاح مع الطلاب اللي بيفكروا في فكر ريادة الاعمال وخلق الوظائف كل ده تم السنة اللي فاتت اتعلمنا نجحنا لكن ما كتفناش عايزين السنة دي ان شاء الله يكون نجحنا اكتر واكتر لان اللي تم في الشباب وفي الخيمة الشبابية وفي التعامل والمعرض من خلال المنتجات اللي تمت تسويقها من الباحثين او من خلال الجامعات لما عرضت البرامج الدراسية المقدمة من الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية والجامعات الخاصة والجامعات الحكومية كل دي نجاحات نقدر نقول عليها قيم مضافة بإذن الله نقدر نحن نحرص عليها انا عندي اهتمام بجامعات الاهلية بشكل كبير جدا زي ما قلت لحضرتك الجامعات الخاصة تم انشاء 11 جامعة خاصة في السنتين اللي فاتوا بس فانا الهدف الاجبر هو زيادة الاتاحة لمقاعد التعليم حتى نتخلص من مشكلة التجدس اللي موجودة داخل الجامعات الحكومية بنوعيات عديدة جدا موجودة عندنا جامعاتنا الاهلية دي جامعات زي ما بقوله حيك سروح علمية ضخمة جدا الجامعات التكنولوجية ده مصار آخر بيهتم بالتعليم الفني والتكنولوجي فاحنا الحقيقة مركزين على المصالات المختلفة في نفس التوقيت والاهتمام بيها ومنسناش في ظل خضام الانشاءات الجديدة دي جامعاتنا الحكومية الاصلية 27 جامعة بتطويرهم من ناحية البنية التحتية او تطوير المناهج اللي بيتم تدرسها بداخل هذه الجامعة